السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصباح الفل صباحي اللي هناللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليها افضل السلاة والسلام ازيكم حبيب عاملين ايه? نهردة جمعة اجازة صحية من بدري هنطبخ اكلنا بسرعة بسرعة عشان نشوف البقية اليوم ورانا ايه? وهنعمل ايه? زي ما انتم شايفين بنزل لحمة هنسلق لحمة النهاردة وهنعمل سبانخ وهنعمل رز مياه غلية هنزل فيها اللحمة ومن غير لسه اي اضافات ولا اي حاجة تطلع لنا بس الرين بتاعها ونشيله هنا ضربت بصلتين كبار وحطيت معلقة ثمن ومعلقة زي وحطيت البصلتين عشان يتشوحوا هنعمل استبانخ هنا دي خلطة استبانخ وهنا ده الرز هنعمل شوية رز الصغنانين عشان معظمنا مش عامل رجيم ومشوية الرز هنعمل حلت رز الصغيرة وحطيت هنا ثلاث اربع معالي او نص كباية رز تتحمر على معلقتين سمن او معلقتين زيت تتحمر هنعمل رز واحدة وضحنا خلاص حبايبي هنفضل هنا بس لحد الرين ما يطلع وهنا هنروح نضرب لها الطماطم او تكونوا طحتوا مني هنعمل سبانخ ولحمة ورز نسعد صباحكم بكل خير هنا حبيبي بصوا خلاص مرة تايم علش معانا مساعد لسه جديد سنعلمه بصوا هنزل بعصير الطماطم كيلو طماطم انا هعمل النهاردة كيلو سبانخ ماشي هسيبه يتسبك الاول وهنحط عليه كمان برضو كسين سالسة ماشي كده ده نسيبه كده يتسبك نشيل معلقة بتاعته بصوا بقا هنا تعالي كده هيلولو تعالي هنا عم بخلوة بصوا بحبيبي هنشيل دي شايفين دي كده تتشال هي بصوا وحطافل في طبق لوحدها لسه اللي حطينا لملح ولا فلفل ولا اي حاجة خالص تتشال بس عشان تبقى الشربة نظيفة وزي الفل كده بس يعني هي اللحمة بيقاش فيها كتير زي الفل خريخ خلاص كده انا تبصوا قبل معلش انا بقى اي عشان احنا عندنا معلش اقوك علي هاخد الرز بصوا رز اهو خلاص هروح بقى اخسل حطة الرز اللي فضلين وحطه ما انا عملة كوباتي الرز بس مش عاملة كتير بس حبيبي انا جبعا نحط الرز هنا هنا خلاص نمتيج بردو نشيل تاني قررها كده بصوا اللحمة بتتشتف انا بشطفها شطفة خفيفة كده بس مش حط مية سخنة وافضل ادعك لا لا شطفة خفيفة وهي في الطبق بتاحها وخلاص كده بس كده هنعمل ايه بصلايا طماطماية فلفل ورق لوري حب دهان ملح بحط كله مع بعضه في وقت واحد ونغطي عليها ونحطها على نار وسط ونسيبها تستوي براحتها هنا الرز خلاص حطينا الملح اهو بتقلب تعليبين عايزة تحطي ماجي عايزة تحطي بتاع ده اه حبهان ورق لوري يدي وما يقولش لا بتبقى جميلة وطعمها حلوة جدا هنجيب المية بتاعته عشان اه نسيب اندي هنا حطيت برضو فصين نحبهان كوا الرز العادي حطي مية ساعة عادية من الحنافية من الفلتر يعني مش حطي مية سخنة اهي خلاص ونقلب ونسيبها تغلي وتشرب ميتها ونوطي عليها ونحطها على الشياطة تكون الشياطة سخنة قدينا خلصنا من الرز خلاص نوطي الرز بقى قادي شربت لك تغلي وقادي هنا خلاص الطماطم بتتسبك وهنحط عليها معلقتين السلسة وننزل عليها بالسلسة هنا حبيبي انا خلاص حطيت معلقتين السلسة انا مش بسبك مية في المية مشي هجيب لكي السبانخ السبانخ نتلجة زي ما هي لان انا جبتها اهي قصو السبانخ اهي جبتها ونضحتها جبتها مسوق ونضحتها وشلتها في الفريزر يوم محتاج لها حطها طبعا هما مش دول ده لسه فيه تاني هجيب الباقي ونحط السبانخ لسه لا حطينا على ملح ولا فلفل ولا اي حاجة خالص وما ننساش احنا هنحطه شربة لحمة هنا حبيبي ايدي الشربة هاي انا مهدي عليها النار عشان انا مش مستعجلة يعني انا صح يا بدري وفمعمل اكل بدري فلسة بدري عليه يعني زي ما قلو فانا مش مستعجلة ايدي الشربة هاي ايدي السبانخ خلاص كده السبانخ فاضل نحط عليها الشربة كده السبانخ مجرد ما تدخليها في السلسة خلاص اتتقلب وتهبط كلها ندفي عليها النار وبعد كده لما الشربة بقى اللحمة تستوي والشربة تبقى كويسة نحط عليها الشربة وتكمل سواها فيها ايدي الرز بتاعنا ريحته طحفة خلاص كده ممكن برضو اطفي عليه نص سوا فانتوني ازاي وانيجي ساعة الغد اروح مشغالين عليه كمل بقيت سواها هنا حبايبي هنبتلي بقى نحط الشربة خلاص كده خلاص الشربة استوت فانبتلي ننزل عليها الشربة بقى وتكمل سواها ونزبط الملح والفلفل بتاعها بعد ما نحط الشربة هنحط ملح وفلفل ونص معلقة سكر بس مش هنحطها ازايات من كده خلاص كده اه في بقى يقولي انتي محطتيش اه حمص حمص طبيخ انا بصراحة جزي مش بيحبها بحمص طبيخ اولا دي عجبتهم كده فانا ما بحطش فيها حمص طبيخ ولا رز ولا فريق ولا اي حاجة خالص خالص بعملها زي من هي كده بس هنعمل لها طاشة حلوة لانت هروح اقشر نصف راستوم وحزمتين كزبرة خضرة وبعد ما تستوي نعمل لها طاشة حلوة جدا هنا حبيبي الكزبرة الخضرة والتم وحطيت عليها معلقة سمنهم معلقة زيت دي حتوقفة السبانخ اللي بتطاشة بصوا جربوها مش هتسلوها السبانخ ما تنفعش من غير طاشة هنا من حمر اللحمة وهنا ادي السبانخ بتاعتنا خلاص اهي ما تقطريش صالصة في السبانخ ما تبقاش حمره قوي بصوا تبقى كده خلاص وادي الرز بتاعنا خلاص وهنغري في اكلنا ادي حبيبي ادي السبانخ ادي الطاشة بسم الله الرحمن الرحيم طحفة جميلة جربو السبانخ اللي بتطاشة ومن غير حمص ولا من غير اي حاجة هتاكلوا سبانخ رائعة رائعة لو نشوف غدودنا الشتوية النهاردة اي دي غدانا خلص اللحمة المحمرة الرز اللي بلحبهان ووراق اللوري شايفين اللون اللحمة اللفت بتاعنا اللي ما نقداش نسانا عنه في الشتاء السبانخم تقلية طحفة طحفة اكلة شتوية مية في المية صميم زي ما بيقولوا تعكلوا وتتغدوا وتتدفوا في الشتاء اللي احنا فيه ده الفهنة وشيفة لكم جربوه بطريقة ان شاء الله تعجبكم بحبكو قد الدنيا دي كلها واجازة سعيدة عليكم وتنسوش تعملوا حاجة حلوة النهاردة تعودوا مع أولادكم تتكلموا معاهم استغلوا الوقت بحبكو قد الدنيا دي كلها